موسيقى المصيرية قضية التي تحتمل فيها قولان فيها إدماء أو يعني ملاش بالإدماء فيها العين من غير كله يعرف مدى أمية القدس ومدى محابيتها بالنسبة لده المنطقة كلها قضية تتعلق بكل مسلم وبكل مسيحي وبكل عربي وكل إنسان حرر في العالم قضية مصير شعر قضية حددتها المقاررات للأمم المتحدة والجمعية الأممية والحلاة هي الدورة المصرية كان لها موقف وقصف ومحدد منذ البداية وده كان شيء عظيم لكتل أن يكونوا هناك مثل هذا التوقف منذ اللحظة الأولى أو حتى الآن مصر اللي قادت مجلس الأمن للموقف تاريخي مش قادر يكون قرارت لأن طبعا هذا القرار أفسده أفسده ربيده الأمريكي لكن لموقف تاريخي كان فيه 14 دولة ضد دولة واحدة مصر اللي قادت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقدر الموقف مهم جدا أو قرار مهم جدا هي 228 دولة وده كان قرار برضه من قرارت التدخيل لأزارة الجماعة العامة فبالتالي احنا أمام رؤية واضحة وأمام دولة لها موقف محدد في هذا الإطار وأمام شعب مصر واعي وفاهم ومقدر عميد قدس بالنسبة لنا جميعا احنا كان قابل متى أول لحظة وكان لنا موقف محدد من هذا الهراب اللي لجأ إليه الرئيس الأمريكي ترامب واخدنا موقف محدد جدا منه والحياء موقف مصرح فينا على طول الوقت موقف يعني في القضايا العربية وقضية السراع العرب الإسرائيلي موقف واضح وحد ووروح الشمس يعني احنا من المقابل بتطبيق وتحول اي مخالف لهذا القرار لريال التحيي والتعديم وبالتالي احنا عندنا موقف محدد انا مش عايز اطور عليكم لكن احنا عايزين محيي الدكتور ماجد على لهذا القهد العظيم